بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإعسانه إلى يوم الدين رب شرح لي صدري وإسر لي أمري وأهل الله قدرت من لسانه وقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل عليهم ثم قول المصنف وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ويعاقبون عليها هذا القول أرد على زعم الجبرية وغيرهم الجبرية الفلاسفة المعتزلة للعباد يعني هكذا سؤال من جانب الجبرية لو كان أفعال العباد مخلوقة لله تعالى فكيف يثابون بها وكيف يعاقبون عليها وكذلك تبطل قاعدة تكليف كما سبق والجواب هذا لأفعال مخلوقتنا فعال العباد مخلوقة لله تعالى ومع ذلك للعباد كسب واختيار لأجل اختياره يثابون أو يعاقبون وبذلك تصيح قاعدة تكليف نعم هذا هو الجواب وليلعباد أفعال اختياره يثابون بها انگانة طاعتا هذه الأفعال انگانة طاعتا يثابوا بها ويعاقبون عليها انگانة موصيتا لأكما زعمت الجبرية من أنه لأفعلا لإلعبدي الصلاة الجبرية ماذا قالوا من أنهم لا فعلا للعبدي الصلاة وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة للعبدي عليها ولا قصدا ولا اختيارا هكذا قال هذا أفعال العباد بمنزلة حركات الجمادات ليس للجمادات في حركاتهم اختيارا ولا كسبا ولا شعورا هم قالوا هكذا هذا يعني باطل والح البطلان ثم الجبرية هناك فرقتان ذكر الكستل رحمه الله في حاشيته هم فرقتان جبرية خالصة لا يثبت للعبدي قدرة ولا موصرة ولا كاسبة هذا الذي قال الشعرية التفتازان رحمه الله لا قدرة للعبدي عليها ولا قصدا ولا اختيارا لا قدرة موصرة ولا قدرة غير الموصرة بل كاسبة هذا يعني نفوه بل يجعله بمنزلة الجمادات كالجهمية جهمية الان هكذا ثم وجبرية غير خالصة يثبت للعبدي قدرة غير موصرة بل كاسبة كالاشعارية والنجارية واللرارية والمراد ها هنا هي الفرقة الأولى فإذا فرقة من الجبرية يعترف مذهب آهل السنة بهذه المثلة لكن فرقة مخالف للأشبيرية هذا الذي ذكره ساري وهذا باطل يعني دعوة زعم الجبرية باطل هذا لأن نفرق بالضرورة بين حركة الباطش وحركة الارتعاش فرق بينهما حركة الاخذية حركة البطش ها هكذا حركة المشي كل هذا في جانب آخر حركة الارتعاش التراب ها هكذا حركة المحموم ها فإذا فرق بينهما هذا لروريا ثم كيف ينفى ها أن للعبدي اختيار قصد هكذا ونعلمه أن الأول باختياره دون الثاني يعني حركة البطش أعبد أو رجل يحرك يده ورجله البطش والمشي باختياره ما حركة الارتعاش بدون اختياره ولأنه ولأنه لو لم يكن للعبدي فعل نصل على ما صح تكليفه ولا ترتب استحقاق السواب واللقاب على أفعاله على أفعال العبد ولا يسناد الأفعال التي تقتل سابقية القصد والاختيار إليه إلى العبد لا يسيح إسناد الأفعال إلى العبد أي فعل فعل يقتليه سابقية القصد والاختيار القصد السابق والاختيار السابق يقتلي فعلا فهذا الفعل هل ينسب إلى العبد بناء على دعوة الجبرية لا يسيح هذا الإسناد كيف على سبيل الحقيقة بل سند ينبغي أن يؤول بأنه إطلاق مجاز هكذا ينبغي التعبير مثل صلى وصامى وكتبا هكذا بخلاف مثل طال الغلام وصود لونه هكذا هذه اللفعال لا ينسب إلى العبد أو لا يقتليها سابقية القصد والاختيار فإذا هذا ينسب إليه أما ما يقتليه من اللفعال سابقية القصد والاختيار لا يسيح يسناده إلى العبد على وجه الحقيقة ثم وهذا نفس الدليل استدل به المعتزلة في إثبات دعواهم أن أفعال الإباد مخلوقة لهم استدللنا به على إثبات أن أفعال الإباد كسب لهم واختيار نعم هكذا فإذا هذا الدليل أن عند المعتزلة هم يثبتون به أن أفعال الإباد خلق لهم للعباد لكن ما ينافيه عدلة كثيرة لأجل ذلك مع طرفنا بل هذه العدلة يثبت أو يثبت بها أن للعبد اختيار وقصد فقط أن للعبد كسب فقط ليس له خلق ثم والنصوص القطعية تنفي ذلك النصوص القطعية تنفي ذلك تنفي أي شيء تنفي عدم إسناد اللفعال إليه تعالى ولا يسح إسناد اللفعال إلى العبد مع أن النصوص القطعية تنفي ذلك يعني تنفي عدم إسناد اللفعال أو عدم صحة إسناد اللفعال فإذن النصوص القطعية تدل على صحة الإسناد ما هي النصوص فقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون فقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلكفر إلى غير ذلك لأن هناك قال ليعملون نصب الفعل إلى العباد كذلك من شاء فليؤمن الإيمان كذلك فليكفر الكفر وسند إلى العبد هذا إطلاق صحيح لكن لو ذكرنا أو بناء على زعم الجبرية هذا الإطلاق لا يكون صحيحا هذا ردنا عليهم كذلك هذا دليل يدل على بطل ردنا ويلقى إلى بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته الجبر لازم قطعا ثم من هنا بعد الإرادات والأجوبة عنها فينغي له بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته يعني لو كان علم الله تعالى وإرادته عامة تعموا أفعال العباد فإذن طاعة العباد كذلك معسيتهم يعلمها الله تعالى سابقا أزالى وإرادته تتعلق بطاعة العباد ومعسيتهم فإذن هذه طاعة تكون توجد بتعلق إرادته بطاعة كذلك المعسيت توجد بتعلق إرادة الله تعالى بهذه المعسيت فإذن لو تعلقت إرادته تعالى بطاعة لابد أن توجد فالعبد ملطر فالجبر موجود كذلك لو تعلقت إرادة الله تعالى بمعسيت لابد أن توجد المعسيت فصاحب هذه المعسيت يعني العبد الذي يرتكب هذه المعسيت عليه جبر بارتكابه هذا هو السؤال لازم قطعا لأنهما إما يتعلق بوجود الفعل يعني العلم والإرادة يتعلقان بوجود الفعل فأيجب فأيجب وجوده أو بعمدنه ويمدنه ويمدنه ووجوده والأختيار مع الوجوب والإمتناعي يعلموا يريدوا الله تعالى يعلم علمه وعم شامل كذلك إرادته وعمة وشاملة الله تعالى يعلم ويريد ماذا يعلم ويريد أن العبد يفعله ويتركه باختياره العبد يفعله باختياره هذا الذي علمه الله سبحانه وتعالى سابقا أزلا هو يعلم ثم عندما يختار العبد هذا الفعل طاعة أو معسية يخلقه الله سبحانه وتعالى عقب اختياره عقب اختياره وقصده وكسبه يكون خلق الله سبحانه وتعالى هذا الفعل طاعة أو معسية فلا يعني تعارض فلا منافعات نعم هذا الاجاب من جانب هذا اختيار من جانب آخر يعني من العبد فإنقيله هذا يعني محط الكلام هذا الشعره يعني عقب هذه المثالة بنصف سطره يعلم ويريد أن العبد يفعله ويتركه باختياره فلا إشكاله كل إشكال ينتفي به يعني هناك فرده ثبت في الحديث أن الجنين أن الحمل عندما يمضي عليه أربعة شهر يأتي ملك ويكتبه هل هو شقي أو سعيد كم رزقه كم عمره وعين موته كل ذلك يكتب بعد هذه الكتابة لا تمسح هذه الكتابة لا يمسح هذا المكتوب فكذلك لا يقع بخلافه شيء بل كل ما يقع يقع موافقا لهذا المكتوب فعين يكون للعبد اختيار وهو مجبور كونه شقيا أو سعيدا المكتوب سابقا وكذلك أمور كثيرة آيتي بها يعني آهل الباطل كذلك بالنسبة إلى كل فعل هذا لو أراد الله سبحانه وتعالى صلاة عبد يصلي لو أراد يعني عدم صلاته فلا يصلي كذلك كل شيء فإذا هو أجاب الله تعالى يعلم سابقا ماذا يعلم أن فلان يفعل كذا في وقت كذا يختار كذا في وقت كذا يكسب كذا في وقت كذا هذا الله تعالى يعلم سابقا علمه السابق يقيني قطعي لا يكون تخلهم فيه كما نعلم نعلم ما فعلنا قبل هذا الوقت يعني في الماضي مثلا سباها ماذا بما تفترنا ماذا أكلنا من الفطور ماذا شريبنا وكذلك هل صلينا اللوهر أو ما صلينا اللوهر عندي أنا صليت اللوهر بعد ذلك أنا ودرشنا فإذا أو يعني سباها اليوم هل صلينا الصبح نعلم صلينا الصبح صلينا اللوهر نعلم هذا لا يكون تخلق في هذا الليل كذلك الله تعالى علم هل نصلي صلاة إشاء اليوم أو يعني أنا أكون مريضا أو يمنعني مانع من صلاة اللي شاء كل هذا الأمر الله تعالى علم أو أنا أترك الصلاة تكسلا كله أعلم الله تعالى صابعا فإذا الذي كتب حالك حملا في بطن أمي ماذا كتب الله سبحانه وتعالى ملائكة ماذا كتب ما أختاره فيما بعد بالنسبة إلى هذه الأفعال الاختيارية بالنسبة إلى الأفعال التكليفية أما هناك رزق كذلك عمر هكذا أمور ليس لها تعالى ليس يعني لا يتعلق بها التكليف والاختيار والكسب هذا يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى فقط أما ما يتعلق يعني باختيارنا من الأفعال ماذا كتب ما نختاره من صلاة أو عدم صلاة من صوم أو عدم صوم كذلك من أكل من مشين عدم من نوم أو عدم نوم وحكذا من مشين وعدم من قيام وعدم قيام وحكذا من تعلم وعدم تعلم من استماع وعدم استماع من حضور وعدم حضور ماذا نختاره ألا هذا الذي كتبه الله سبحانه وتعالى سابقا كما نكتب بعد أن اختار نختار نفعل ثم بعد ذلك نكتب أنا فعلت كذا أنا فعلت كذا كذلك الله تعالى يكتب سابقا بسبب علمه السابق يفعله لان كذا وكذا يعني هو يفعل باختياره وهذه نقطة يعني مهمة كذلك بسيطة جدا ينتفع بإشكالات كثيرة فإن قيلة فإذن لأجل تقديره تعالى وقلائه وكذلك لأجل خلقه تعالى أفعالنا لا يكون جبر بل ماذا يخلق الله تعالى ما نختاره وما نكسبه من الأفعال يخلقها الله تعالى وكذلك ماذا يكتبه وماذا يقدره وماذا يقضي بالنسبة إلى الأفعال التكليفية والاختيارية ما نختاره يكتبه سابقا كما يقول أو يعرف أولياء الأمور من والد ووالدت كذلك معلم بالنسبة إلى حلول أولادهم وتلاميذهم هذا طالب أو ولد ويدرس جيدا 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 فإذا لو كان هذا والده أو يعني والدته أو يعني أستاذه معلمه يستطيع أن يقدر محاولته بمقدار هو يوقن أنه يفوز ويعسل درجة كذا كذا وكذلك هو يعسل علامات كذا 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 بسبب محاولاته يعلم هذا يعني تخمين فقط ومبعد ذلك يتفق بسبب هذه الأسباب أسباب تصيب وعمله نفي علم الله ليس تخمين بل هذا يقين لا يتخلف أبدا فإذا قلنا ممنوع لا نسلم فعل الاختيار واجب أو فعل الاختيار ممتن لا نسلم فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا مناف الوجوب بالاختيار يعني الوجوب بسبب علمه تعالى ورادته ماذا وجوب الفعل باختيار الابدي هذا محقق للاختيار فقط لا مناف للاختيار محقق للاختيار ما نعه بيّنه خيالي فلا يكون فعل العبدي كحركة الجماد لا يكون فعل العبدي كحركة الجماد وهو المقصود ها هنا محقق للاختيار فإذا لا يكون كنزول المطر هذا الماء الذي ينزل مطرا ليس له اختيار ولا ليس له شعور وراءه خلق الله سبحانه وتعالى نعم ليس كذلك افعال العباد ثم قلنا ممنوع فإن الوجوب بالاختيار محق للاختيار لا مناف وعائلا منغوض بأفعال البارج الذي كره هذا لا يقال بأفعال العباد بل يمكن أن يقال هذا في أفعال الله سبحانه وتعالى نفسه لما لأن علمه وإرادته متعلقان بأفعال فيلزم وأن يكون فعله واجبا عليه علمه وإرادته يتعلقان بفعله تعالى ففعله واجب عليه فإذا هل يكون منافيا لا هل يكون الله تعالى هل يكون على الله تعالى جبر لا يكون جبر بل هو مختار ما ذلك يكون واجبا بسبب تعلق الفعل والإرادة بفعله فإن قيل لا معنى لكون الابد فعالا بالاختيار إلا كونه موجدا لأفعاله بالقصد والإرادة وقد سبق أن الله تعالى مستقل بخلق الافعال وإيجاد ها يعني ما معنى كون الابد فعالا بالاختيار أليس معنى أنه موجد لأفعاله بالقصد والإرادة لو كان كذلك وقد سبق أن الله تعالى مستقل بغلق الأفعال وإيجاد ها فإذا ما معنى يثبات الاختيار والقصد للابد ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل دعه قدرتين مستقلتين يعني لو كان هذا الفعل بتنفيذ بنفوذ قدرت الأعبد ثم كيف يكون هذا الفعل بنفوذ قدرت الله تعالى أو يكون على الأقس هذا الفعل لو كان بخلق الله تعالى وتذير قدرته وتعلقها به وكيف يكون هذا اختيارا وقصدا من الأبد بمعنى أنه موجد لهذا الفعل لماذا لو ولد لو ولد لا يكون هذا الولد ولدا لإمرأتين لو ولدت إمرأتان لابد من ولدين على الأقل لو كان ولد واحد لا يكون أمين بل أم والد واحد كذلك هنا نفعل واحد فقط فإذن كيف يكون تحت قدرت لا يكون قلنا لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانة هذا كلام قوي لكن هنا لا إلا أنه لما ذبط بالبرهان أن الخالق هو الله تعالى هذا ثابت بالبرهان الخلق ليس لغير الله تعالى قد بينا سابقا وباللرورة يعني ثبت باللرورة والبداهة أن لقدرة اللبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال يعني يعني أفعال تكليفية يكون لقدرة اللبد مدخلا كهركة البط دون البال كهركة الارتعاش يهتجنا في التفسي عن هذا المليق إذن هناك كان مليق للتخلص والتفسي والتخلص عن هذا الليق يهتجنا كان علينا هاجة النلامة إلى القول بأن الله تعالى خالق كل شيء والعبد والعبد كاصب هكذا يعني هذا تحقيق لله الذي هذا الكسب عبدت في الآيات الكسب والاكتساب صابت في الآيات والحاديث الكسب ثبت الدليل في القرآن للعباد الخلق أثبته لله تعالى فإذن يعني جمعنا بين الادلتي ما تركنا شيئا من الادلتي دلة الخلق ودلة الكسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت مثلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت هذا هو الكسب هكذا يعني تخلصنا ثم وتحقيقه أن صرف العبد قدرته ويرادته إلى الفعل كسب هذا الصرف يعني الله سبحانه وتعالى أعطى للعبد قدرة ويرادة لكل عبد أعطى قدرة ويرادة ثم ثم العبد يصرف هذه القدرة واليرادة إلى الفعل إلى الفعل يعني إما إلى الطاعة أو إلى المعسية هذا اختيار هذا وإيجاد مقدور وهناك وهناك القابلة ترطب وتحيي كذا 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 الولد للوالد وكذلك خلق الفعل لله تعالى ثم أقيب ذلك خلق والمقدور الواحد داخل داحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين فالفعل مقدور الله بجهت الإيجاد ومقدور العبد بجهت الكسب وهذا القدر من المعنى لروري يعني تعليلا لإلا دلتي هذا لروري وإن لم نقدر على عزيد من ذلك في تخليص الإبارة المفسحة والحال أن لا نستطيع العزيد من ذلك في تخليص الإبارة المفسحة يعني المظهرة أن تحقيق قون فعل العبد بخلق الله وإيجاده مع ما فيه للعبد من القدرة والاختيار يعني لا نستطيع أن نبين عزيد من ذلك وهذا غاية البيان هكذا جمع بين الأدلة أدلة الخلق لله تعالى وعدلة الكسب للبعض ولهم يعني لأئمتنا مشايخنا في الفرق بينهما بين الخلق والكسب عبارات مثل أن الكسب ما وقع بعالة والخلق لا بعالة العالة يعني ليس هذه العالة المادية بل يدخل في العالة القلب وإذن والنفس وإذن كما ذكر الكستلي الخلق وقال وملخصه أن الكسب اكتساب واستحصال للمقدور وتأثر وانفعال من الغير هذا معنى قوله الكسب مقدور وقع في محل قدرته في محل قدرته ليس لا في محل قدرته لم نقع لا في محل قدرته بل في محل قدرته يعني هذا تأثر وانفعال من الغير هذا هو الكسب والخلق تيذير وإفادة على الغير لذلك هو وقال عف ما هل قدرته هكذا يقال والكسب لا يصيح انفراد فرق ثالث والكسب لا يصيح انفراد القادر به والخلق يصيح انفراد هو رجل كسب واختار وقصد فعلا لو لم يخلقه الله تعالى لا يوجد اما الخلق بدون كسب اللبدي يمكن رجل مثلا لو لم يكسب ايمانا الله تعالى يقدر ان يجعله مومنا هذا هو ان يجعله مومنا رجل لم يختر المشي بل هو يعني جالس بدون اختياره وقصده وكسبه القيام والمشي وتعريك الاقدام هكذا بدون هذه الافعال الله تعالى يستطيع ان يقيمه من مقامه وان يحرك قدميه وان يجعله ماشيا هذا هو الفرق بين همنا فقد اصبتتم ما نسبتم الى المعتزلة من نثبات الشركة فاذا عندهم نسبتم الى المعتزلة الشركة هم ماذا فعلوا اصبتوا كثيرا جعلوا جميعا لباد خالقين وكذلك عندهم تثبتون الشركة قلنا الشركة وان يجدتم ائذنان على شيء واحد فان ينفرد كل منه بما هو له دون الآخر يعني الشركة مطا يكون لو اصبتنا الخلق لهما لله ولل ابدي او لو اصبتنا الكسب لله ولل ابدي ما اصبتنا الكسب لهما ولل خلق لهما بل اصبتنا الخلق لله والكسب للابدي فلا شركة هذا شركة وان يجدتم ائذنان على شيء واحد يعني الله والابد كلاهما يجدتم على الخلق او على الكسب ثم وينفرد كل منهما بما هو له يعني هذا يخلق شيئا وذلك يخلق شيئا او هذا يكسب شيئا وهذا يكسب شرك دون الآخرين كشركاء القرية والمحل في القرية والمحل التي يكون شركاء فإذا هؤلاء الشركاء يثبت لهم عمر واحد ثم بحله يستقل وهذا بحله يستقل وذلك بنصيبه يستقل من نفس الفعل ثم وكما إذا جعل العبد خالق ليفعاله والصانع خالق لسائر العرال والجسام بخلاف وكما إذا جعل العبد خالق ليفعاله والصانع جعل خالق لسائر العرال والجسام هنا يكون شركة بخلاف ما إذا أضيف عمر لا شئئ بجهت مختلفت كارل تكون ملكا لله تعالى بجهت التخلق وللعباد بجهت ثبوت التصرف الأرض ملك أو عقار ملك لعبد وكذلك ملك لله تعالى هنا ليس شرك بجهت بجهت تخلق للعبد بجهت ثبوت التصرف وكفعال للعبد ينسب إلى الله تعالى بجهت الخلق وإلى العبد بجهت الكسب ليس هناك شركة فَكَيْفَ لَيْسَ قَبِيْهَاً بَلْ كَسْبُ القَبِيْهِ قَبِيْهٌ ما الفرق بينهما؟ قلنا لأنه كسبت أن الخالق حقيم لا يخلق شيئا إلا وله عقبة حميدة وإن لم نتلع عليها فجزمنا أنما نستقبحه من اللفعال قد يكون له فيها حكم ومصالح كما في خلق الأجسام الخبيثة العرة الملمة فإذن الله تعالى منزه لماذا؟ نستقبح فعلا لعدم معرفتنا وعلمنا بعاقبته الحقيقة يكون في عقبتها أمر حسن نوع بخلاف الكسب فإنه قد يفعل الحسن وقد يفعل القبيحة اللابد ليس كذلك بل هو مرة يفعل الحسن مرة يفعل القبيحة ليس لكسبه ولا لفعله هكذا عقبة حميدة دائما فجعلنا كسبه للقبيحة مع ورود النهي عنه قبيها سفها وكذلك هنا ورد النهي عنه أما بالنسبة إلى خلق المعزية خلق الكفر خلق القبيح لم يرد أن ينهي لم يرد أن ينهي على الله تعالى لم ينهى الله تعالى مثل هذه الخلق هل ينهى عن خلق القبيح؟ لا ينهى هذا الله تعالى منزه وهو القادر وهو القضي وهنا بالنسبة إلى شئين أفعل اللي بعد ورد النهي لذلك صار قبيها سفها موجبا لاستحقاق الذنب واللقاب ثم بالنسبة إلى كسب اللبدي عندنا قصة رجل هو علم اشتبع عليه مسألة الكسب فإذا هو طعف بين العلماء الكبار دقا بابا بابا أخيرا هو وصل إلى علم على بعد مسافة ثلاثين كيلومتر ثلاثمائة كيلومتر هذا كان في قديم الزمان قبل خمسين سنة أو ستين سنة فإذا وقعت بمليبار بالبلدنا فإذا طعف بين العلماء أخيرا هكذا هو أن شق عليه السفر كذا كذا تحمله كثيرا من المشاق أخيرا وصل إلى علم ثم قدم إليه مقصود سفره وقال اشتبع علي مسألة القسب لم يطلع لذلك جيته لك لذلك أنا ألتمس منك بيان هذه المسألة والإفساح عن خفياته هكذا طلب من فإذا هو احتاله وسأل لهذا آتي هذا طالب سأله من قال لك أن تسألني عن هذه المسألة أنت جيتت من بعد بعيد فسافرت أيام تحملت مشاق من قال لك أن تتحمل هذه المشاق فأن تسافر هذا السفر الطويل ثم من قال لك أن تسألني لأنه قال لأني لم يقل لي أحد بل أنا هكذا حينما اشتبع علي هذه المسألة أنا قررت أن أسأل الألماء ذهبت إلى علم فلان ثم إلى علم فلان لكن لم يتله المسألة عندي فإذا أنا قررت أن أأتي إليكم إذن هو أن أرد عليه هذا السؤال لا لا يكون كذلك يمكن أن يكون أحد أرشدك إلي من ذاك هكذا هو سأله مرارا مرارا فإذن هذا الطالب يقول لا ليس أحد ورائي ما أرشدني أحد ما بين ما قال لي اسمك أحد هكذا هو يكرر وذاك يكرر أخيرا هذا العلم قال له هذا هو الاختيار أنت قلت يعني ما أرسلك أحد ما أجبرك أحد ما أكره عليك أحد بل أنت قررت يعني أنت قصدت أنت اخترت وأنت كسبت هذا السفر وهذا السؤال وهذا الاستفسار هذا هو الاختيار ما شاء الله حلت جميع المشاكل عنده اتلحت جميع الخفايا عنده هكذا ثم وهذا في سورة الملك ذكر الله سبحانه وتعالى سورة المحشب هؤلاء المجرمون العساة ماذا يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لي أصحاب السعير لو كنا نسمع أو نعقل من يقول ومتى يقوله هذا أصحاب السعير أصحاب النار ممن استحق العذاب في النار يقول بعد الفصل بين فريق الجنة وفريق النار هم يندمون على ما على عدم سماعهم لو كنا نسمع أو نعقل كذلك يندمون غاية الندم على عدم عقلهم الأمور وعدم قبولهم هذه الدعوة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يندمون غاية الندم على عدم قبولهم قبولهم هذا الدين وعلى عدم طاعتهم ما يقولون لا يقولون هناك لله سبحانه وتعالى عند الذي عجبرتنا على هذا الكفر وعلى هذه المعيسية أو عند الذي خلقت هذه المعيسية لذلك نحن مجبرون هكذا لا يقولون بل هم يعترفون في ذاك الموقف بتقصيرهم كذلك بكسبهم واختيارهم وقصدهم الله تعالى عندئذ يقول فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم الذنب لمن لهم يعني هم الذين أذنبوا واختاروا وقصدوا الذنب وكسبوا الذنب هكذا في ذلك الموقف نعم هذا عدل دليل على حقية مذهب أهل السنة بهذه المسألة يكون للاعبد كسب ولله تعالى الخلق نعم ما شاء الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم غفر لنا ما أخطئنا وما تعمدنا وما أثررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم والعشرين الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر